أهلاً من حضراتكم من جديد طبعاً النادي الأهلي في البداية بنتكلم عليه و بنتكلم على آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي و زي ما حضراتكم متابعين فوز مهم جداً للنادي الأهلي أمس على ودي دجلب 3 أهداف مقابل لشيء نحو استعالة القمة لما كان الأهلي عنده لقاءات مؤجلة لكن الوضع الطبيعي للأهلي بيكون في المركز الأول بسم الله ما شاء الله أداء مقنع جداً مستوى ثابت لكل اللعيب و حتى في ظل الغيابات و ظل يعني عدم اكتمال جهازية بعض اللعبين إلى أن اللعيبة كلها اللي موجودة بتأدي بسم الله ما شاء الله في أحسن حال طبيعي جداً وقت دايق ما فيش وقت عشان اللعيبة تريح وبالتالي على طول مستر فايلر كارر النهضة يكون في تمرين علشان اللعيبة اللي ما لعبتش المباراة تستعد لكن كان في جزء مهم جداً قبل تمرين وهي محاضرة للعيب النادي الأهلي من مستر ريني فايلر قبل انطلاق التمرين وده اللي طبعاً أقيم اليوم على ملعب مختار التيتش فيه محاضرة طويلة أقيم الظهر اليوم قبل بداية التدريب و قبل بداية التحضير لمباراة حرس الحدود ما فيش شك ان دايماً المحاضرة الطويلة بيكون فيها كلام الإيجابي والكلام ازاي نتخطى اي عامل سلبية او نتخطى اي عامل كانت سبب فيه احداث بعض السلبيات في المرحلة المقبلة ضغط مباراة كبير جداً جاية الفترة اللي جاية لقاءات أفريقية ماتش مهم جداً ماتش بلاتينيوم هيكون ماتش مهم جداً و حاسم في الصراع ما بين الأهلي والنجم الساحلي في صدارة المجموعة وبالتالي فوز بيجيب فوز ومكسب بيجيب مكسب علشان كده الأهلي في الدوري العام والأهلي في أفريقيا والأهلي في أي بطولة بيشارك فيها الهدف واحد وهو الفوز والمكسب والثلاث نقاط وبطولة جديدة أفريقية زي ما حضرتكم عارفين بطولة أفريقيا غايبة على الناد الأهلي من 2013 وبالتالي شيء مهم جداً أن جمهور الأهلي يحلم بالتكرار يعني يفوزه بالبطولة وأيضاً التواجد في كأس العالم للأندية وبالتالي كان مهم جداً ميستر فايلر يشرح الجوانب الفنية والجوانب كمان الإيجابية والسلبية علشان نقف على أي مرحلة جديدة ونبدأ نحن ناخد خطوات إلى الأمام لازم نقف على الخطوات السلبية أهم شيء ونبدأ نتكلم فيها وإزاي نتخطى الجوانب السلبية علشان كده دايماً بعد المحاضرة بيكون فيه جانب خططي وفني داخل الملعب من جانب المدير الفني وده اللي حريص عليه واللي حرص عليه ميستر نيفايلر جوه الملعب في التمرين اللي على طول كان بعد المحاضرة أن ميستر فايلر يركز على الجوانب الخططية كلها والجوانب الفنية علشان اللعيبة اللي ما كانتش موجودة في اللقاءات لما يحصل عملية روتيشن لما يحصل عملية تدوير بين اللعيبة بينها وبين بعضها نلاقي أن اللي موجود برا الملعب لما ينزل يكون وقف على رجليه يكون حفظ الطريقة ويكون فهم مقصد المدير الفني من كل طريقة لعب ومن كل اسلوب لعب أثناء المباريات سواء أفريقيا على ملعبك أو برا ملعبك ونفس كلام في بطولة الدوري على ملعبك أو برا ملعبك لكن زي ما بقول لحضراتكم الوقت دايق جدا ماتش يوم الحد تمرينة النهاردة للعيبة اللي ما لعبتش مباراة أمس كمان فيه تمرين بكرة ويوم السبت إن شاء الله هيكون فيه تمرين ومعسكر واستعداد لمباراة الحرس يوم الحد القادم مباراة مهمة جدا وفريق مع الكرب من طارق العشري أكيد فريق عنده أنياب شرسة وعينه على المكسب أي حد بيلاعب الناد الأهلي بيكون دايما عينه على إحداث الفارق وإن المباراة دي هي اللي بيستنها من السنة للسنة مع كامل الاحترام والتقدير لكل الأسامي الموجودة على الساحة أرياضية القروية مباراة الأهلي غير أي مباراة اللعيب من لغة الكرة بيحاول أنه يصايت نفسه فيها على قد ما يقدر علشان تكون باب يأما ينتقل لنادي أحسن أو إما يروح للمنتخب الوطني ويشارك في المنتخب الوطني